النادي الاهلي يتخطى بيراميدز ويصعد لنصف نهائي كأس مصر عن بطولة الموسم الماضي موسم 2020-2021 النادي الاهلي اليوم بالكابتن سامي أمصان يحاقق انتصار غالي وغالي جدا على فريق قوي جدا هو فريق بيراميدز النهاردة أداء النادي الاهلي بعد الهدف المبكر لطاهر محمد طاهر ما كانت شاءت دي كده هنشوف الاهدف مع حضراتكم وهنتكلم تفصيلا عن المباراة طاهر محمد طاهر برأسية مميزة جدا ربما يكون أخطأ في تقديرها شريف إكرامي ولكن هدف مبكر ليه النادي الاهلي عن طريق طاهر محمد طاهر بعد الهدف هدأ لعب النادي الاهلي تماما لم يستغل التقدم للهجوم من نادي بيراميدز بيراميدز كمان ما تحسش انه يعني كان عنده الرغبة الحماسية في العودة وإن قتيحت ليه بعض الفرص أبرزهم طبعا فرصة فخر الدين بن يوسف اللي أخطأ فيها بشكل كبير جدا ووشاتها برعونة كبيرة قوي بدون جدية خالص الكرة بتاع فاقي دين بن يوسف شبه الكرة بتاعة حسام حسن بعد كده حسام حسن بيسجل أول أهدافه مع النادي الاهلي يستغل الفرصة وهو خارج من المباراة النهاردة حسام حسن الكاميرات لقطته وبيقول أنا تولدت النهاردة النهاردة أنا تولدت مين بقى كان العامل في حسام حسن كده هنتكلم هندردش هندردش دلوقتي أو الاهلي كسم مهاجم مهاجم مميز مهاجم جيد كسب السكة أهم حاجة يكسب السكة السكة اللي كيتغيبة عنه في آخر المباراة بقى هو الحجم خلاص هيصفر محمد الشناوي عمل واحدة زي ما حراركم شايفين كده خطأ خطأ الشاطر بألف بس ما أثرتش عن تكت المباراة محمد الشناوي في سن التراجع في التركيز حارس كبير نعم حارس رائع نعم أفضل حارس في مصر ما فيش خلاف بس برضو زي ما دايما نقول عليه أعظم حارس في مصر لما يخطئ نقول إن هو غلط الكورة ضربة جزاء بصالح برامد سددها رمضان صبحي وسجل وسجل هدف في النادي الأهلي من ضربة جزاء والشناوي يعترض هو الشناوي اعتراضه أكيد على خطأه أو عصبية من خطأه الشخصي حاس إن هو كان ممكن يعمل مشكلة الفريق وبس كان خلاص فات الأوان بالنسبة البرامد إنه يرجع فيه النتيجة هدف وبعد كده نهاية المباراة لصالح النادي الأهلي فوز اتنين واحد في هزي الماضي لا ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء ما تقدير الحاكم النهاردة حاكم الروماني أقدر مباراة كبيرة جدا وعمل مباراة محترمة جدا ممكن يبقى فيه بعض الحاجات التحكمية ممكن نتكلم عنها بعد شوية ولكن يعني أنت بتتكلم في حاكم محترم تاني حاكم أوروبا بيجينا على التوالي يبقى محترم جدا ممكن يبقى فيه حالات ما بحيبش تكلم في الحالات التحكمية بس ممكن يبقى فيها كلام ما نكذبش عليك يعني بس المباراة كنتمشي هادية بدون أزمات بدون مشاكل بدون اعتراضات بدون أي أزمة تخص المباراة ودي ضرب الجزاء رمضان صبحي اللي سجل منها هدف فريقه الوحيد في هزي المواجهة عشان تنتهي المباراة اتنين واحد للنادي الأهلي ويصعد لكأس مصر نصف نهائي كأس مصر عبدالله سعيب المناسبة كان أفضل لعيب ببيرامدز النهاردة الأكبرهم سنن وأفضلهم لعبا الفريق في إيه قبل ما هتكلم كتير عن الأهلي والكابتن سامي ومصن تحديدنا عشان عايزة أتكلم عنه كتير النهاردة بيرامدز فريق كبير فريق عنده عناصر كبيرة فريق عنده لعبين رائعين بس دايما تحس إن بيرامدز يعني إيه ما عندوش نحرة البطولة يا أخي خد بطولة يا أخي إلعب يا أخي تحمس أنا النهاردة ليه الموضوع ده شغلني عندهم كل المقاومات الممكنة لتخليهم يكسبوا يكسبوا بطولة حالة الأهل النهاردة ما كانتش عظيمة بالمناسبة ما كانتش عظيمة بس البرامدز كانت حالته سيئة جداً ليه؟ اللعيبة ما عندهاش كده زي ما أنا وصفت أو اللفظ ده نحرة بتاعة الفوز دخل فيك هدف ما عندوش نحرة التعادل وإنه يرجع في المباراة وإنه يبقى عنده حماس وإصارة كده في اللعب مفيش الكلام ده خالص عند برامدز في كل البطولات اللي بشوف فيها برامدز يبقى قريف في التنافس على الدولة في أول الموسم تريبيا تراجع وبيخسر النقاط بدون داعي مش عايز يديك إحساس إن أنا فعلاً فريق بطولة مش عايز لكني إلتنا ما تبص على برامدز التشكيلة وإمكانيات تقول لا طبعاً فريق بطولة بس فين بقى على أرض الواقع في حاجة مش مظبوطة عند برامدز يصلحوها عشان إحنا نحب نشوف في أريق واثنين وثلاثة واربعة وعشرة يكونوا بينفسوا في الكرة المصرية في الكاس وفي الدول النهاردة الأهلي بقى منظومة خبرات لبعض اللعبين وكثير من اللعبين وطبعاً برامدز كان عنده خبرات بالجملة أكتر كمان من الخبرات اللي كانت موجودة في الملعب بالنسبة للأهلي والأهم الشخصية بتاعة الفوز النهاردة الأهلي ما لعبش مباراة جبيرة زي ما قلت لكم يعني ما تقدرش تقولي النهاردة الأهلي عم مباراة ممتعة ورائعة وتفوق جملة وتفصيل على برامدز بس بيخطف بيخطف كرة لطاهر محمد طاهر كرة ثابتة متكررة بنفس الطريقة على الزاوية البعيدة من الكابتن سامي عمصان منذ تولي المهمة واضحة فالراجل تكيس بيعمل واجب مع النادي الأهلي حلو كده ويحط مع طاهر محمد طاهر حسين السيد اللي هو اللعب القصير مع لعب طويل وعارف أنه الأهلي هيلعب على البعيدة لو كان مذاكر النادي الأهلي بيلعب الركنيات على البعيدة حطها طاهر بشكل رائع جدا وفشل شريف إكرامي فيه التصدي لها كرة تانية لحسام حسن بعد خطائين وراء بعد لحسام حسن حسام حسن كان عنده فرصتين تمريرتين حاسمتين للأهلي قبل الهدف ده أطول عملهم بشكل سايق جدا بس دي أزمة الثقة أنا كل ما شوف حسام حسن يصعب علي أقول عنده أزمة ثقة واضحة جدا جات له الفرصة وحطها بطريقة هداف قدير جدا جدا خطأ على البعيدة برجله ورح سددها على يمين شريف إكرامي بشكل رائع جدا حسام حسن رامي ربيعة طاهر محمد طاهر زياد طارق كوكا كل اللي عابين دول تقريبا ما كنتش بتشوفهم مع بيتسو مسماني حتى لو شفت طاهر بس ما كنتش بالمستوى ده طارق تحسن بقاله 4-5 مباريات تقريبا منذ تولي سامي قمصان المهمة هتقول لي يعني انت عايز تقول لي ان بيتسو مسماني كان مدرب غير ناجح هذه الجملة الشهيرة المتكررة مني ومن غيري فيش حد يقدر يقول ان بيتسو مسماني ما كانش مدرب ناجح للنادي الأهلي بس يبدو كده انه كان عنده مشكلة معنوية مع اللاعبين ربيعة مدافع كبير وما كانش بياخد حسام حسن احنا كلنا عارفين انه مهاجم كبير وما كانش بياخد طاهر محمد طاهر عارفين انه جاي من المقولين لعب كبير وما كانش بياخد او كان بياخد بس ما بيقديش بقديش عغلة مدرب ما كانش بيطور في مستوى اللاعب اللاعبين صغيرين زي زي الطارق كان خد في كاس الرابطة بس بعد كده مش هتشوفه كوكا كان خد شوية قليلين بس اللوقتي بقى موجود بشكل شبهة اساسي مع النادي الأهلي هتقول لي ما هي الظروف الصعبة هي اللي اكبرت الكاب تنساهمهم ومسانا اصلا على اشراكهم يعني كان ممكن ما يشاركوش برضو هقول لك صح عندك حق عشان بس ما يبقاش الكلام معايم كده وخلاص بس اللاعبها نازلة جاهزة اللاعبها نازلة عايزة اللاعبها حاسة يعني زي حساب حاسة النهار ده حاسة انه لو سجل او لعب هيلعب تاني مع بيتسو مسماني هو عارف انه حتى لو سجل ممكن ما يبقاش ليه مكان دي حاجات معناه يبقى بتقعد تتأثر فيها ده المفروض المدير فني يعملها ويتعامل فيها مع اللاعبين أفشا 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 كان تقريبا ابتدى يبعد تماما 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 عن تشكيلة النادي الأهلي أو التقلق برضو أفشا بقى له مبارتين تلاتة متقلق أو بيرجع روايدا روايدا لمستوى نهار ده الأهلي كان عنده غيابات بالجملة بالجملة بيراميدز في رأيه تأثر تأثر واضح جدا بغياب إبراهيم عادل بس بقى الفريق تقريبا تشكيله شبه متكاملة تقريبا يعني وتبديلات وتغييرات وتشكيله وتحس كده انه تاكيس جونيس بصراحة مش قد التشكيله دي يعني تحس بيرها متزعانه تشكيله حلوة قوي تاكيس جونيس مش تحسه كده ما تحسوش انه قد التشكيله دي مش عايز أقول انه هو مدرب وحش بس مش هو التشكيله دي